الإدارة الفشتة اللي تكلم عنها سمو الشيخ محمد بن راشد مش بتكون محتاجة غير شوية وقت عشان تتكشف للجميع حتى المواطنين اللي رأسوا لهم وطبوا لهم في النهاية تحت ضغط الحاجة بعد ما اكتشفوا ان كل ده كان كلام مدهوم بزبدة وطلعت عليه الشمس بعد عشر سنين فاضطروا ويتراجعوا وينتقدوا الفشل اللي كل يوم بيغرقوا فيه احنا هنا الحقيقة الحقيقة يعني النهاردة يعني من اول يوم اخدنا عهد على نفسنا اننا نعرس سيسي ونكشف كتبه وفشله واتهمنا بان احنا ممولين عداء البلد والله العظيم ده الحد دلوقتي فيه نازل يقول لك عداء البلد وحيات ربنا انا مش عايف نازل عندها حاول لحد دلوقتي يا ابني مين العدو يعني والله على رأيي القرآن الكريم يعني ما لكم كيف تحكمون مين العدو يقول لك محمد ناصر عدو البلد يعني عدو البلد ازاي العدو قعد جنبك يحول العدو انت قاد على حجره العدو هو اللي باعت يرانه صنفير العدو هو اللي قفل مصانع وباعها العدو هو اللي خلى مصر حجمها قد كده مين العدو طب عقلك انت واحد باع تيرانه صنفير باع النيل باع البحر المتوسط واحد قال لك انت هتبقى غني وهغنيك وبعدين فجأة جاب لك 160 مليار دولار ديون ورح سرفهم في الرملة في العاصمة الإدارية واطول برج وأكبر جامع وأكبر كنيسة واحد الأسعار كيلو اللحمة كان أول ما جاء كان بسع بقى خمس أضعاف دلوقتي والسمك والفطير والسكر والزيت يبقى مين العدو أنا لا ده انت بصراحة انت اكشف انت تكشف أنا ناوي الخميس الجاي أسأل الشيخ جمال عبدالسطار سؤال عن آية فيما معناها كده لو حد من اللي بيحفظه القرآن كويسين دول ينجد لي اللي هي بتقول ايه بتقول للرسول يعني ان انت مش تعرف يعني مش تعرف تقنع الناس دول هيه في صورة يسين تقريبا مش تعرف تقنع الناس دول دول خلاص يعني اتصمت على قلوبهم دول ناس يعني خلاص مش هتجيب معاهم حاجة دول خلاص فانا عايز اعرف يا ربين احكم على ناس كده بانه مش هيفهمهم مش هيفهمهم يعني واحد ولذلك بداية فشل البني آدم انه ما يميز ما عرفش يميز ده الفرق بينكم الحيوان على فكرة غير ختم الله على قلوبهم لا في آية تانية كده كنت سمع النهاردة هي بتقول انك انت لو حاولت مع الناس دي خلاص يعني الناس دي سيبك منهم بقى يعني الناس دي دول قضية الامر فيهم انت الفرق بينك وبين الحيوان انك انت بتميز الحيوان مش بيعرف يميز الانسان لما يفقد التمييز انه يميز الغف من السمين لا خلاص يم انتها ده ما ده تسيبه بقى ده مش يعرف يميزك انت كبني آدم ولا يعرف يميز النعمة اللي في إيلو بتاع تربنا ولا يعرف يميز ايمة صاحبه ولا يعرف ايمة الحياة اللي وعيشها ولا يعرف اي حاجة ده حمار هو الحمار بميز والله يميز الحمار بمبيس او حش ويرمي ده كده فاذا فقد الانسان حاس التمييز انه يعرف مين اللي بيدره ومين اللي بينصحه لا يبقى انتهى يبقى ده ميت بس كده زومبي عايش زومبي كده عارف الموتة اللي ماشيين دول هو كده فيطلع قولك اعداء البلد اعداء البلد مين مين اعداء البلد عملنا ايحنا في البلد دينا لحد سنة 2070 عملنا ايه في البلد بيعنا النيل باتفاقية الخرطوم عملنا ايه في البلد بيعنا ترانوص نفير عملنا ايه في البلد فشلنا الناس بالطريقة دي افلنا المصانع صرحنا الناس في الشوارع عملنا ايه في البلد غيرنا دينكم بنحلل لكم الحرام بنقول لكم لا مليار ونصف مسلم بيهددوا العالم كله احنا اللي عملنا ده مين اعداء البلد يراد والله لأ انت عايز سعقة كهربائية على اي حال السيسي بدل ما يحاول يصلح او يحاول يغير فضل يصرف ملايين او مليارات على اعلام فاسد بلا ضمير يصلطوا علينا يجتمنا اسمع الرئيس جاد ومخلص ومصلح وقافل ودانه فعلا يعني عن البوم الناعق فيه بوم بيناعق وعملكوا شفتوا غرابة بيض فيه غربان يا جماعة فيه غربان كثيرة بتحاول توقف المسيرة مش عايزين مصر تخلق مش عايزين مصر تعوم مش عايزينها تنطلق عايزين دايما فيه حاجة فيه عوز تمد ايديها دايما دايما مصر بقى ضعيفة مستكينة مكسور عنها ابدا لازم كلنا نعرف انه يا جماعة يا جماعة فيه ناس بتتأجر بلقمتها تشت بلدها يا جماعة فيه ناس بتتأجر باللقمة يا جماعة الله يلعن دي لقمة اللي فيها زل لقمة متغمسة بزل يا جماعة يا جماعة دي دي مصر حلوة يا جماعة يا جماعة نبدي بقى ظابط من الهبس ده يا جماعة نشأة ابنه بقى ظابط ايوة دخل الشرطة وتخرج ما شاء الله وخلاص نطنا ثلاثة أربع طبقات ما في ناس كده ما هي طريقك في تغيير الطبقة حكتين من يومش ثالث اما انك تتجوز واحدة غنية بنت ناس قوي بنت سيادة الدكتور اللي هو فلان الفلان تجي كاتب عليها وتتنقل طبقة بقى مع طبقتين ثلاثة وبعد ما كنت بتصيب فابوئير بكوتش العربية الداخلي هتروح تصيب معه في مارينة عند بابي بابي بعد فلوس والحاجات دي زي مسعودي كده او انك انت تبقى كائن لبلابي متسلق زي ناشأت فتنقل بقى ثلاثة أربع خمس ست طبقات زي خالد أبو بكر فتبقى راجل بقى ليك حيثية في المجتمع وتغبط بقى وحاجات وبتاع وأجواء كده نقلت طبقات يا معالي طب احنا النعاردة يا ابو الزابط مش هنرد عليك عشانت بتقول علينا عايشين برا مصر ومش شايفين الاملة والهنة والنعيم اللي الناس عايشة فيه احنا هنسيب ايدينا على رأي سامير غانم الله يرحمه ويرحم مراته ونسيب الناس هي اللي عايشة في مصر ترد عليك لا ومش اي ناس احنا قالا هنجيب لك مؤيدين السيسي اللي نزلوا فوضوه وانتخبوه وقالوله بقى بالروح والدم منفديك لكن شافوا معاه اسود ايام حياتهم زي السيتي دي اه سيادة الرئيس انا انتخبتك انا وجوز الله يرحمه من يوم ما جازي ما مات وانا شفت الزل اللي محدش شاف شفت الزل اللي محدش شافه في الدنيا لما يبقى معايا ثلاث عيال اصغر واحد فيه ما شاف شابوه محتاج بنبز ومحتاج لبن ومحتاج 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 ما مش لاقي اجيب له ايه رأيك ولا الست الانمار اللي بتربي ايتام ومش تلاقي اتصرف عليهم بتقول لهم ابيع عيل من عيالي ولا ابيع كليتي اسمع يا ابو الظابط المسؤولين من الدولة واللدولة اللي مسؤولة مننا يعني انا بس عاوزة افهم عشان انا واحدة زي ارمالة بقى لتسع سنين باخد معاش تكافل وكرامة خمسونة جنيه وانا مأجرة بألف وسبوامل جنيه وانزل عشان اجيب لأكل العيالي الاقي البصل بعشرين جنيه الاقي البطاطس بخمسة وعشرين يعني انا مش عارفة انا مش عارفة اعمل لقمه لعيالي كيلو الروز بـ 30 جنيه اجيب ازازة زيت بـ 70 و80 جنيه ايه اللي بيحصل احنا نكلم مين انا مش عارفة احنا نكلم مين يا جماعة نروح فين اجيب فلوس منين ماليش في الغلط انا واحدة عيشة باحترامي وبشرفي ماليش في الغلط ابيع كليتي ولا بيعايل من عيالي عشان احنا نعرف نعيش واكمل مع البقيين متهيقلي فيه ست من الكويت طلبت تواصل مع السيت دي طلبت رقمها بس أنا ما عندش رقمها ومعرفش ورديت على baja الست الكتاية وقرت لي أنا ما عندش مش عايزي دي ولا أ patterns يعني أقول أنا ما عنديش رقم أنا ما عنديش والله لو عندي بالعكس أنا أحب أساهم إن السيت دي تعيش بالحلال بس أنا لكن السيت الخليجية دي محترمة جدا والله يعني قالت أنا عايز أتواصل مع السيت دي أساعدها وربنا يبارك لك والله شوفت يا نزات دي بقى شفت الناس وصلت لإيه وبتقول لهم مصر حلو مصر جميلة يا فعلا حلو جميلة ليك أنت اللي نقلت خمس ست سبع تامن طبقات سكان الجمهورية الجديدة الهبيشة سكان الجمهورية القديمة دول ما بقوش يسوا خلاص دي كانت طبقة مسطورة زمان قبل السيسي ما ييجي يعني دلوقتي بيفكروا في الانتحار اسمع كده لقيت نفسي ما بقيتش عارف فأك العيالين مشيت براطق ومشيت عيالين قلت لها أقاضي عند عند والدتك والدتها ست غلبانة جدت أقاضي عندها أسبوع ما زبط حالي ونغد الوقتين بقى لها أربع تيام منك ولا مش عارف أزبط حالي ولا عارف أعمليه ولا عارف عايش إزاي ولا عارف أشتغل كل حاجة عملة تغلى 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 مش عارف أشتري حاجة خالص ولا عارف باشتغل يا دوب بحاول أجيب أي عشاء يلقم أكلها مش عارف رجع عيني تاي ولا بفكر انتحر أنا بفكر انتحر أحنا عايشين في أيام سودة للا نعرف أن البلد ضاعت وإحنا ضانوا ولا مبادش عارف عايش إزاي ولا عارف أأكل عيالي إيه ولا عارف أرجع عيالي وبفكر انتحر الحقيقة أنا ما عنديش حاجة حلوة أزعها لك يعني أنا النهاردة عملت تسجيل صغير سألت الناس إيه اللي حلو في مصر دلوقتي شوفونا حاجة حلوة في مصر الهبيشة بس هم اللي شايفين حاجات حلوة في مصر نشأة الديه لو بيعترف بيبلغ عن السيسي بيقولك بيقولك السيسي قافل ودانه وانت عايز رئيس قافل ودانه ده مش قافل ودانه ده قافل ودانه يعنيه الناس أيقانت إن السيسي أكبر فنكوش وأكبر مقلب أخذوا المصريين في حياتهم